خبر الثاني في رئيس الطاولة لأسعدنا وهو عمر عصر لعبنا الإولمبي صاحب المركز الخامس في إولمبياد توكيو 2020 استطاع أن يفوس في المباراة النهائية على الأسطورة الأفريقية صاحب يعني عوامل كثيرة كبطل أفريقيا أرونا كوادري فاز عليب نتيجة 4-3 في مباراة وصلت للشوت السابع بعدما تعدله 3-3 عمر قدر يرجع في النتيجة واللعب النجيل كانت صاب وعلى فكرة عمر ملعبش في الشوت المصاب دي الإصابة وعمر عصر بيتجه للعب يتطمن عليه وطول المباراة وتمنى يعني لو كان لنا حقوقنا بتطلقوا اللقطات دي ولكن ملعبش على رجل أرونا المصابة دايما كان بيلعب في الفاضل على الصح الإيده المزبوطة رجله السليمة عشان عمر أكبر منه يكسب بهذا الشكل أو بهذه الطريقة أنه يكسب لعب مصاب وبالمناسبة عمر عصر لعب مين فيه قبل النهاية لعب زميله ونجم النادي الأهلي أيضا محمد البيلي وكان فيه كرة ولقطة في هذه المباراة عشان وريكوا أخلاق لعبة النادي الأهلي أخلاق لعبة النادي الأهلي ممكن يقوله عمر عصر هتقول لي طب ما عمل كده مع أرونا لا بصوا بقى لما لعبة النادي أهلي بتلاعب بعض في أحد النقاط المهمة والمفصلية بين محمد البيلي وعمر عصر في قبل النهاية الكرة لعبها عصر ولمس الطرف في الترابيزة أنتعرفين طرف في الترابيزة اللي بيحس بيه أكتر اللاعب اللي واقف يمكن الحكم ممكن ما يشوفهاش ممكن الكرة ما تعملش ريفليكشن وتغير اتجاهها تنزل بشكل توحي للحكم منها لمستش الترابيزة وبالفعل حكم المباراة حسبها للبيلي هنا توقف البيلي واتجه لحكم المباراة وقال له لأ الكرة لمست الترابيزة والنقطة من حق عمر عصر هنا دول ولادي النادي الأهلي هنا لقطة جميلة جدا في قبل النهاية ولو نقطة مفصلية كان ممكن البيلي يقولك أكسب بس ما ينفعش أكسب بهذا الشكل هو فاهم كويس أو أنه يكسب بس بمجهوده وتعبه ولكن ولعبه مباراة قوية جدا وكان ممكن محمد البيلي تأهل على حساب عمر عصر ولكن هي دي أخلاق ولادي النادي الأهلي وكنا من الحلقتين لو تفتكروا حتى مستر أجوستي للمدير فني الكرة السلة لما فريق الكرة الطائرة كسب أفريقيا بعت له رسالة وإحنا قلناها على الهواء لجمهير النادي الأهلي بيبارك لكابتن محمد مصر الحميد وبيبارك لكابتن عبدالله عبدالسلام كابتن الفريق وبيكلم يعني بقية اللاعبين وبيبارك لهم على أساس أنهم أبطال أفريقيا فهي دي أخلاق النادي الأهلي بيشيل من على أي حد الضغوط بيخليه يتصرف تصرفات طليق باسم النادي الأهلي النادي الأهلي كل دا ما بيجيش صدفة كل اللي أنتوا شايفينه دا ما بيجيش كون النادي الأهلي صدفة